تردنا أسئلة كثيرة عن R0 وفي هذا الفيديو راح نقدم لكم شارح عن ما هو هذا المعدل كيف نعود إلى حياتنا الطبيعية؟ سؤال يتبادر إلى أذهان الكثيرين من الناس وهذا السؤال أحياناً يرتبط عند بعضهم بإجابة لها علاقة بمعدل اسمه R0 R0, 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 R0 هذا المعدل تهتم به الهيئات والمراكز والمنظمات المعنية بالأوبئة طبعاً نتكلم هنا عن الأوباء المتعلق بفيروس كورونا الجديد المسبب لمرض كوفيد-19 هذا المؤشر كيف نفهمه؟ كيف نقرأه؟ هذا المؤشر إذا كان أمامه الرقم 10 يعني أن سرعة الفيروس تنتقل من شخص إلى عشرة أشخاص وخلال فترة حضانة التي هي أسبوع إلى أسبوعين ممكن ينتقل من العشرة إلى مئة لأن كل واحد راح يعدي عشرة والمئة بعد فترة أخرى سينتقل منهم إلى ألف لأنه أيضاً كل واحد راح يعدي عشرة وهكذا طبعاً إذا كان أقل من ذلك سيكون الانتشار أبطأ وأقل سرعة وإذا وصل إلى الواحد أو أقل منه هذا هدف تنشده الدول لأنه يعني يتحكم وسيطرة نتخيل القلق اللي ممكن يصيب الأشخاص لو كان أحبابه من حوله بهذا المعدل للانتشار كيف ممكن يسري فيما بينهم ويسبب انتشار مريع وفضيع كم كان هذا المعدل في العالم كان هذا المعدل في العالم تقريباً يسجل مستويات ما بين 2.5 و 3.5 وأعلى من ذلك في بعض الفترات ثم يتم التحكم فيه بمجموعة من الدول ويتغير إلا أنه سجل في بعض الأماكن في العالم مستويات 8 وهذا رقم مخيف ومقلق ومرعب جداً كم كان في مملكة عربية السعودية هذا المعدل سجل هذا المعدل في مملكة عربية السعودية مستويات ما بين الأربعة تقريباً ثم بدأ يتحكم فيه من بين 2 و 3 ثم بدأ بالنزول باتجاه الرقم 1 وهذا رقم بالاتجاه الجيد ما الذي ساهم في تحقيق ذلك بحمد الله في المملكة الإجراءات التي وضعتها الدولة الاحترازية والاستباقية الناجحة والممكنة من الوصول إلى هذه المستويات الجيدة وثمارها بحمد الله إضافة إلى تمسك المجتمع والتزام في مظهر ينمعاً الوعي الكامل في المجتمع بكامل أطيافه وإذا استمرنا بإذن الله بهذا الاتجاه سنواصل جاني ثمار ذلك دائماً إذا تمسكنا بالسلوكيات الصحية ومن أهمها التباعد الاجتماعي النظافة لليدين ترك المسافات الآمنة فيما بيننا وبين بعض تغطية الوجه بالذات الأنف والفم كل هذه الأمور وغيرها من النصائح التي لا نتواصل فيها ستكون بإذن الله لنا مع من كل هذه الأمور ساهمت هل ممكن أن يعود هذا الرقم أو هذا المعدل للارتفاع؟ ممكن لكن هذا الأمر بأيدينا لو استمرنا نحافظ على ذلك وأثبتنا فعلاً أن كلنا مسؤول بإذن الله سنواصل النجاح ونجني ثمارة حماية وصحة للمجتمع هذه النصائح واثقين جداً أنهى بأيديكم في أمانة وشكراً